السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عصام عبدالفتاح ورأيون مفاجئ حول طلب الزمالك بشأن حكام القمة أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق أنه يؤيد طلب الزمالك باستقدام حكام أجانب لمباراة القمة القادمة أمام الأهلي ويلتق الزمالك أمام الأهلي يوم 13 يوليو الحالي في المباراة المؤجلة من الجولة رقم 31 من الدوري على ملعب استاد القاهرة عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق يرى أن المناخ الحالي لا يساعد الحكم المصري على تحقيق النجاح المطلوب مؤكدا أن الظروف والمناخ الحالي ليس مداح لتحقيق الحكم الرؤية لنجاح والتوفيق في المباراة هو تابع أنه أكثر من دعم الحكم المصري خلال الفترات الأخيرة ولكن حاليا ووفق للظروف الأخيرة الأمور صعبة مؤكدا أن الحكم الأجنبي للقمة القادمة أفضل وأن الحكم المصري لو أدار القمة سوف يتعرض لضغوطات كبيرة جدا يذكر أن الزمالك طالبه بتواجد تحكيم أجنبي خلال القمة بسبب ما حدثه خلال مواجهة الإسماعيلي والأهلي وجد التحكيم يواسع ويلغاء هدف صحيح للدراويش